تحية طيبة لجميع المشاهدين أهلا وسهلا بكم في قناة صفا المعرفة إذن في الفيديو إن شاء الله غد نشرح لكم الموقع الأول في المغرب الخاص بالعقارات وهو ودي جاركنا عملنا عليه شروحات أو حدث السلاق اللي شرحت فيها جميع الخطوات كيف تصوب إحساب هاد المنصة هادي كيفاش ترفع أول إعلان وبالزاف دل الأمور الخاصة بهاد المنصة هادي هتلقاوها تحت من هاد الفيديو في صندوق الوصف إذن في هاد الفيديو إن شاء الله غد نشرح لكم كيفاش تعملوا إعلان ممول الخاص بالعقار ديالكم في هاد المنصة إذن قبل ما ندخلوه في التفاصيل إذا كانت لك هذه أول مشاهدة ما تنساش الدعم ديالنا بالضغط لزر الاشتراك ومتابعوا لايك وتبارتاجي هاد الفيديو مع الأصدقاء والعائلة ديالك إذن مباشرة غد تفتح التطبيق بشكل عادي ومباشرة غد تاجر لعاد ثلاثة شريطات اللي كانت الفوق ومن بعد غدتكليكي على إدارة المحتوى هنا غيبان ومعاك جميع الأشياء اللي إنت أعملت إليها إعلان على هاد التطبيق أو هاد المنصة المهم على سبيل المثال إحنا بغينا نعملوا واحد الإعلان اللي غد نخلصوا عليه على سبيل المثال على هاد المنزل إذن مباشرة غدتكليكي على رفع قيمك غدتكليكي عليها إذن هناك مباشرة غيبان ومعاك ثلاثة الأنواع من الإعلانات عدنا الباقة الأولى كتخلص على 53 درهم لمدة أسبوع يعني سيظهر إعلانك في مواضع البحث العليا لمدة أسبوع واحد عدنا الباقة الثانية مدة إثنان من الأسابيع كتخلص على 77 درهم وعدناك ثلاثة أسابيع تخلص 166 درهم ولكن هناك بعض الإعلانات اللي لقيت من اللي تنشرها على الحساب ديالك لربما قد تختلف من إعلان إلى إعلان آخر لربما قدر في بعض الأشياء اللي انتبغت بها قدر تبان هنا 200 درهم مهم غادي تختار الباقة اللي مناسبة لي كلكو واحد للحساب الجيب دياله ومباشرة غادي تكليكي على إشتري إذن على سبيل المثال حنا بغينا نجربه على هاد أسبوع لل 53 درهم إذن مباشرة هنكليكي على إشتري وهناك بطبيعة الحال غيبين ومعناك جوجة الأنواع ديال طرق الدفع عدناك النوع الأول هو مقشرين عليه مشكلة أوتوماتيكي وهو مستر كارد وفيذا هادو بالنسبة للناس اللي كتعاملوا بالأبناء وعدنا الخيار الثاني وهو وفاكاش إن شاء الله قدروا نعملوا عليه الشرح آخر إذن واحد ملاحظة هنا يا بالنسبة للناس اللي كتستعملوا الكارد البونكير ديالهم إلا كنتي كتفهم الأخ الكريم كنتي كتفهم فيلان تيرنت مزيان كيفاش تسد توطاسيون وكيفاش تحليه مايشي مشكل استعمل هاد مستر كارد أو فيذا لأن هناك بعض أشخاص كيتعاملوا من خلال الانترنت ولكن ماكعرفوش مزيان تكيبشوا ليون الفلوس بزاف دا المشاكيل كيوقعو أما بالنسبة للهاد الناس اللي ماكعرفوش الانترنت مل أحسن يستعملوا واحد البطاقة افتراضية ديال كاش بلوس مل أحسن وانا ديشت سابقا رشرحت كيفاش تفتحوك حساب على كاش بلوس مجانا فابور كيفاش ترفعو المستوى التاني وكيفاش تشريو واحد البطاقة اللي افتراضية فقط غير باربعين درهم ويمكن ليك من خلالها هذك البطاقة تعامل بل انترنت وانتق هاني البال اذا مباشرة غادي نختارو هذي مستر كارد او يعني هذي الاختيار الاوتوماتيك ومباشرة نكريكيو على ادهب الى الدفع هنا مباشرة غا تبان معنا هذي الواجهة هذي هنا غا تكتب الاسم ديالك الحقيقي والناسب ديالك يعني الكنية الحقيقية وهنا غا تكتب اي اي كتبه وخا تكتب غير الدرب ولا اي اسمية هنا في هذي البلاصة علاج باش نتاقلوك والخطوة الاولى وكيف ما كتشوفو هذي نقيطات هذي ورم اشرين عليهم بطريقة يعني ضرورة خاصة تتعمرهم انا غادي ندبع حاليا ندخل الاسم ديالي والناسب ديالي وغادي نكتب غير حاجة هنايا وخاجج حروف ثلاثة الحروف ومن بعد غا نكريكيه الى ادهب الى الدفع اذا من بعد ما عمرت هذي المعلومات حطيت الاسم ديالي والكنية ديالي وهناك كتب تغير دي ار بي مباشرة غا نكريكيه وعلى ادهب الى الدفع اذا مباشرة غادي نتبع معنا هذي الواجهة هذي عدناك في الخيار الاول غادي ندخل رقم ديال البطاق اللي كيفما كتشوفوه في الصورة غا تدخليه هناك في هاد البلاسة وهناك بطبيعة الحال الاسم الكامل غايبان معك الاسم دياليك والكنية يمكن لك الوقت يدير تعديل دير تعديل عليهم عدناك هناك رمز الامان رمز الامان غا تلقاه من موراك البطاقة او الكارت غيشي او ذاك البطاقة اللي انتك تعمل بها من خلال الانترنت اما هاد الارقام كتكون واحد جوج ثلاثة او خمسة اربعة ثلاثة او تسعود ثمانيا واحد او على هاد شكل هادا وهناك غا تتقلب البطاقة الوجهة الامامية الامامية ديالا في كن هاد الارقام غا تلقا تاريخ انتهاء الصلاحية على سبيل المثال احد عشر الفين وخمسة وعشرين يعني غا تلقاه احد عشر خمسة وعشرين وعلى هاد الشكل هادا او سبع وعشرين او سبع وعشرين المهم كيف ما ديكش يمكتوب البطاقة الامامية ديالا يعني ديال البطاقة غا تكتبه في هاد البلاصة عدنا تاريخ انتهاء الصلاحية على سبيل المثال غا تلقاه في امام دا البطاقة على سبيل المثال شهر السبعة وعدنا هنا يا امتى غا تسالي هاد البطاقة على سبيل المثال الفين وسبعة وعشرين وانا كما قلت لكم قد دخلو هاداك الرقم على سبيل المثال خمسة ثلاثة ستا خمسة اربعة من بعد ما غادي تعمل هادا الخطوات هادي تأكد في من خلال تطبيق دل بنكا ديالك انك فاتح دوتاسيون باش امكليك تدفع لهم من بعد ما غادي تكمل هادا المعلومات هادي تدخل ارقام دخل تشوف المسائل غادي لها دبلاسة هادي هتكليك عليها ومن بعد غا تكليكي على ادفع الان مهم كان الامور راهية واضحاق مزيان مهم اه لوصلتوا لهاد النقطة هادي ما تنساوش اه تخليوا ليناك تعليقات ديالكم والاراء ديالكم اي لو حالتشوفش حاجة يمكن لكم اه تكتبوا ليناك في التعليقات وان شاء الله من القدام قدروا لقاوليها الحلول وان شاء الله قدروا ننعملوا عليها اه فيديوهات مشروحات اه يعني المساعدة الاشخاص طوت عليكم بزاف تحياتي موسيقى